ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الخامس عشر الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار استمرار بحث التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والتدليلها ووجه رئيس الوزراء أعضاء وحدة حل مشكلات المستثمرين بضرورة التحلي بالجرأة في حل مختلف المشكلات وأن يتم العمل على تقديم التسيرات المختلفة مؤكدا ضرورة العمل على ترجمة ما تتوصل إليه الوحدة من حلول لما يعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الإجمالي للشكاوى الواردة للوحدة حيث وصل إجمالية عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة من يونيو الماضي حتى مايو الجاري إلى 2029 الشكوى وتم الانتهاء من بحث 1488 الشكوى وإفادة المستثمرين بنتائج فحصها وجاري حاليا المتابعة فيما يخص 541 شكوى مع جهات الاختصاص